يا أمي يا روحة راحتي وانتي يا الحجاب انتي زينة لحباب بك السلوان الصبي انتي لميما بك روحي وحياتي طربة تسعى شهور انتي مكبرة وتقاسي العذاب يا ريتو يا مصطاب نقدر نوفي مرغوبي وانكفي الحسن يا كطاعة تلمينا وجباب السلام عليكم معكم جلوي مونة رئيسة فرقة إنشادية بمدينة صدار البيضاء منشدة أولا وربت بيث أولا وقبل كل شيء شاركت في العديد من المصابقات والبرامج الإداعية والتلفزية وكذلك عبر الصحافة المقرؤة أو المكتوبة وميولي وهو السماع المديح الدين البداية كانت عبر المشاركات المدرسية في الأعياد الوطنية والأعياد الدينية كيف كنت تعرفي الحمد لله عندي واحد الصوت اللي حباني به الله ولله الحمد هذا الصوت خولني أنني كنت نشارك في العديد من المدارس وأحيانا كانت ليست المدارس اللي أدرس بها بل كانوا هم تعرفوا أن جلوي مونة هي واحد البنت اللي كانت تشارك وعند الحمد لله واحد القبول في هذه المسألة فكانت تتهافت المدارس على المشاركة ديالي في الأعياد الوطنية والدينية بداية ما كانت تعتكوين الفرقة ما كانت سهلة باش من نكونوا صريحين وباش حتى أنا نعطي واحد طاقة إيجابية لأي أخت عندها واحد الميول أو واحد المجال اللي كتحبو سواء خياطة سواء مجالة كثير الحلويات فكن نقول لها ما تيأسيش لأن المنشدة مونة بدأت من الصفر بهذه الكلمة يعني ما لقيتش لا مساعدة لمادية ولا مساعدة مانوية باش نكون صريحة كالكوة ما أنا عزيز عليها تشعار وما نيلوا المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة يعني بديت نكون صريحة يعني باعت واحد القطعة ديالي المجوهرات ديالي باش ناخد نقطاني مثلا آلة الأورك لأنك سكون باهدة الثمان الآلة المرافقة كالدفوف لأننا نستعمل دفوف لي شوية دير الثمان ماشي دفوف عادية زائد الألويسة كيفاش تكوني لك أغد فيزيت ويعني هاد شي بوحده عادة كيفاش توصل الصوت ديالي الفرق ضروري أول حاجة مع الأهل طبيعي الحلز الزوج هو زوج مغريبي محد هو أصلا خداني يعني أنا في مجال الإنشاد والسماع والمديح ولكن كزوج احتمرت الرأي ديالي وأنه رفض أنا نستمر ولكن من بعد من اللي تزوجنا وشافتك الحب ديالي لهذا الميدان والله هو من المؤيدين ديالي بل بالعكس والله هوتي يقول يا أنا غلطي اللي أحنا مزيان لأحنا وما نساش الفضل ديال الداعمين الكبار ديالي اللي عمرني نستخيرهم اللي هم الأم الأم والأب ديالي اللي الأب ديالي عشنا معاه وإحنا على الصوت أغاني أم كل ثوم وتجويد الشيخ عبد الباسط يعني الطفولة ديالي أنا كنت تذكرت يعني هو أعطاني واحد رقي في اختيار الألوان اللي أنا اختاريتها كيفاش جاءت الإنشاد أصلا أنا كانت العائلة ديالنا عائلة محافظة كان الجد ديالي يعني تأثرت به بزاف كان واحد الإنسان اللي هو متدين الشي اللي خلاني دارت الحجاب واحد سن صغيرة بزاف ليو سن 11 سنة فطبيعة الحال كانت محبة البلدي التورات البلدي الديني فكنت كانعتز به الشي اللي خلاني بديت كان نغني ونؤدي مثلا الملحون كانغني أغاني دينية وطنية كل ما هو اجتماعي كل حاجة قتعبر على شي حاجة راقية وفي المستوى كتكن أدي بديت كانشوف المنشدين الكبار وتأثرت برابعة العدوية فعلا كشخصية وكأغاني وكروعة في الأداء أيضا تأثرت بأم كلتهم في الأغاني الدينية كالتولاتي المقدسة كأرباعية الخيام مجموعة مجموعة اللي تأثرت بهم ولكن كارجع التوراة التعبال ديلي هو الملحون والفن السماء والمديح المغربي أيضا طبيعة الحال أنا كنت كان حيث أنا حفلات في البيت ديالي وكنت كان بغي مثلا ما كنتش كان لقاديك الفرقة اللي أنا كان بغي نستامع له فبدأت من هنا جاءت الفكرة أنني نكون فرقة اللي بدأ نشارك فيها في الحفلات والمناسبات وعليش لحت الأعرس كيف جاءت الفكرة ديال تدريس الإنشاد جاءت من أنك تجيني عديد من اتصالات ومن التساؤلات من البنات اللي بغي نكونوا فرق كيفاش همون نكون تي الفرقة كيفاش قد تحفظي الأناشي ديالك فمليش فتلتساؤلات كترات قدرت فقط واحد البوست في الفيسبوك عندي تحية للمحبين ديالي عبر جميع الطبيقات فكتبت أنه اللي بغى تدرس الإنشاد مرحبا لقيت إقبال كبير لدرجة أنا بدأوا جمعيات كيتتصلوا بيا بغوني أننا ندرس عندهم والحمد لله كيف قد لقيت إقبال كبير ولقيت نجاح لدرجة أنا ده بكيت تسجلوا عندي ربات بيوت الجالية المغربية بالخارج تحية الجالية المغربية بالخارج اللي تلقى واحد الإقبال كبير ويعني بغين تطور في هذا شي يعني دبانا ندرس معي الإنشاد فبدأوا كيقول يمو ندر بوعد الدفوف كيف علمينا كيف ندير ألس كيف بحث عن القصائد فعلا المجتمع المغربي مجتمع ضواق لقنت هم فتكونت الفرقة بلبس مغربي طوراتي الفرقة اللي كان نقول كان افتخر بها حاليا وكان رادية على هذا شي اللي وصلت لي فرقة اللي شاركت في مهرجانات كمهرجان العروس كمهرجان طورات المغربي فرقة اللي شاركت في برامج فرقة اللي شاركت في مهرجانات الحمد لله يعني ولقات صدى طيب وعير مؤخرا في رمضان شاركنا في رمضانيات المعاريف العمل هذه المعاريف يعني كانت وحد يعني الحمد لله القاس إقبال واللا الإقبال على هذا المجال لأنه فن راقي وإحنا المغاربة كيف نعرف ناس ضواقة ناس عندهم أدن سميع كي يبغي يسمعوا الأصوات الجميلة ويبغي يسمعوا الكلمة الراقية والقصيدة يريدوا يمصطاب نقدرنوا في مغوبي